ينضم علينا من لندن العاصمة البريطانية مرسل الغد محمد الفنيش إذن محمد بداية هي كلمة مقتضبة ليست بالكلمة المطولة لكن ما الذي دعا الملكة إليزابيث إلى أن يكون خطابها خطابا مسجلا سجل بالأمس لماذا لم يأتي الخطاب مباشرا على هواء مثلا نحن نعلم أن الملكة إليزابيث الثانية عمرها 93 عاما وبالتالي من الصعب جدا أن يقترب منها تاقم قناة البي بي سي لبث اللقاء بشكل مباشر اللقاء تم من طرف مصور من البي بي سي والفريق الآخر كان في غرفة أخرى حفاظا على صحة الملكة حتى لا ينتقل لها العدوى في ظل الإجراءات الحالية الخطاب فرضته طبيعة الأزمة ويعتبر الخطاب الخامس للأزمات منذ تولي الملكة إليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة منذ عام 1952 بعد وفاة والدها جورج السادس أنذاك الخطاب الخامس للأزمات هناك أربعة قبله كان الخطاب الأول عند اجتياح نظام صدام حسين للكويت سمي خطاب عام 1991 سمي أول خطاب أزمة جاء الثاني بعد وفاة الأميرة ديانا في عام 1997 جاء الخطاب الثالث عام 2002 بعد وفاة والدة الملكة والخطاب الرابع كان في عام 2012 في الدكرة الستين لتولي الملكة إليزابيث الثانية حكم المملكة المتحدة وهذا هو الخطاب الخامس الخطاب يركز على توجه الحكومة البريطانية من حيث الالتزام الداتي والالتزام بالإجراءات لحد من انتشار العدوى كذلك ذكرت الملكة بضرورة نترك رسالة قوية للأجيال القادمة أننا كنا ملتزمين وكنا مسؤولون وكان هناك انضباط في المملكة المتحدة تجاه هذا الفيروس كذلك ركزت الملكة على ضرورة الإيشار نعم محمد نعم أسمعك والآن أتحدث معك عن شيء آخر عن فكرة أن صباح اليوم خارج وزير الصحة البريطاني يتحدث عن أن ربما هناك قطاعات في بريطانيا لا تلتزم بالحجر المنزلي وتحدث عن أن بريطانيين كثيرين يريدون أو يصرون على ممارسة الرياضة مثلا ولا يأبهون بفكرة العزل المجتمعي الآن خرجت الملكة كما أشرت أنت في خطاب أزمتها الخامس هل تلمس لديك أن البريطانيين ربما سيلتزموا أكثر ما الذي تمثله هذه الكلمة للشعب البريطاني الخطاب هو مواجه للمملكة المتحدة لبريطانيا بشكل عام ومواجه كذلك لدول كومنويلت على اعتبار أن الزي الرسمي الذي ترتديها الملكة فيه رسالة دائما يتم اختيار زي الملكة حسب مثلا لباس في البرلمان وخطاب الأزمات الذي لباس خاص على حسب العراف البريطانية الشعب البريطاني يحترم الملكة بشكل كبير جدا ويقدرها ويقدر كذلك طلبها وأوامرها تعتبر مقدسة أو شبه مقدسة بالنسبة للشعب البريطاني وبالتالي وزير الصحة اليوم ليس فقط نبهة بل هدد أنه إذا ما تمت البعض يستغل أوقات الرياضة للخروج بشكل غير منظم ممكن أن يتجه إلى إلغاء أوقات الرياضة حيث تسمح الحكومة البريطانية للبعض بممارسة الجري أو المشي في أوقات ليست أوقات الضرورة الملحة وبالتالي البعض يستغلها للخروج بشكل عشوائي وبالتالي بريطانيا تسابق الزمن للحد من انتشار العدوى الملكة ركزت كذلك على هذه النقطة لكنها كذلك ركزت على نقطة أخرى وهو أن الاقتصاد سيتأطر هذا لم تشر له الحكومة البريطانية سابقا الاقتصاد سيتأطر بعد أزمة كورونا بعدما نتجاوز هذا الوباء الخطير كذلك لا بد أن أشير أن زعيم حزب العمال الجديد كيرستارما أشار كذلك أن حكومة بوريش جونسون تتحمل المسؤولية من حيث تعطيل الإجراءات حملها المسؤولية أنها تأخرت كثيرا في فرض الإجراءات الحكومية وبشأن الإغلاق والحجر الصحي هذه الأمور كل اليوم مجمع الملكة كذلك أشارت إلى الوحدة والتضامن في الشعب البريطاني وأن نترك رسالة قوية للأجيال القديمة أخيرا محمد وسريعا لو أمكن فسلنا بث ما أوردته منذ قليل عن أن زي الملكة ربما يتمشى مع الأزمة وهو عكس مثلا الزي المعتاد في خطاب البرلمان فسلنا بث هذه الجملة لو ممكن نعم الملكة عندما توجه خطاب للأمة البريطانية ودول كومنويلت تلبس لباس خاص وهو ما غاب اليوم ممكن أنه لأسباب ضرورة وباء كورونا أو غاب بالشكل كامل حضر الجزء وغاب الجزء في مثلا البرلمان الذي وجه الخطاب للشعب البريطاني يتم لباس بفستان طويل جدا ووضع التاج أمور تختلف اليوم كان منتظر بنفس التقاليد لكن أظن أنه بسبب أزمة فيروس كورونا ركزت على لباس يعني يجمع بين الاثنين يجمع بين جزء من التقاليد التاريخية والأعراف وجزء كذلك يقدر معاناة الأزمة ويقدر الضحايا خاصة أنها أشارت أنها تشارك كل أسرها فقدت حبتها في مأساتهم وفي أحزانهم وبالتالي الخطاب اليوم هو إشارة للشعب البريطاني بضرورة الالتزام بالإجراءات الحكومية والوحدة والتضامن حتى نتجاوز هذه الأزمة مرسل الغد في لندن محمد الفنيش شكرا لك ترجمة نانسي قنقر